الاشتراكية اللي اعتبرنا everything dekatles كلو حدو وجهة نصب الأساس أول مبادئ هي ثبت une يعني إيه الأساس أول مبادئ هو أول بطولة كسعرها مشافة فكان هدفه إنه هو عايز يكون فريق بيقدر يلعب كرة حلوة ويكسب كاس العالم الفئة 1982 البرازيل قدمت أفضل كرة ممكنة بس ما كسبتش حتى كنا قلوه ده أفضل بطل غير متوقف فهو عايز يعمل فريق يبقى شبه كاس العالم منتخب البرازيل 1982 بيقع كرة حلوة بس يقدر يكسب زي منتخب البرازيل فتة 1972 مع بلايه طيب هو بيعمل ايه المبادئ سابتة بينه وبين بيب جورديول اللي هي مثلا أنا عايز أسترجع الكرة من الأمام فهدغط ضغط عالي وضغط قوي وعرف رجع الكرة من الشكل الأمامي إزاي مثلا أنت لما تيجي تشوف في الموضوع الضغط تلاقي إنه هو الثاني أفضل فريق بيسترجع الكرة من الخصم من أقل عدد من التمريرات وده رقم يعني كبير وبيوضح إنهما بيضغطوا ضغط شرس جدا لما تيجي تتكلم عن فكرة الاستحواز هم أكتر فريق بيستحوز في الدورة البرازيلية كانت 58% المرسم اللي فات وهو أصلا نفس الكلام معادل لمانشستر سيتي اللي هو الأكثر استحوازا في الدورة الإنجليزية أما تيجي تتكلم عن فكرة بناء اللعب من الخلف وهو كمان برضو ما عندوش مشكلة إنه أنا بناء اللعب من الخلف وإن أنا أبدأ كرة من ضربة المرمى أو من أي أن كان منين هبدأ كرة ببص على الأرض ومش هشيلك كرة لنص الملعب زي ما بعض الفرق ما بتعمل هي هي نفس المبادئ اللي ما بين جورديولا وما بين دينيز الفكرة بقى في إيه؟ في التطبيق بيب جورديولا لعبوا اسموا اللعب التموضوعي دبعا الأرتيتة في منشستر في أرسنال برشلونا ليفاربول كيف رأي كتيرة في أوروبا أو أغلب العالم كله بيلعب بنفس فكرة اللعب التموضوعي لو ما نجي نشوف تمركزات الفرق عموما في أوروبا بتبع شكلها عامل إزاي؟ هو الشكل سابت ما بيتغيرش حتى لو فيه لعيب روح مكان لعيب الشكل سابت هنا مثلا عندنا مثال أرسنال أرسنال لو شفناه هو في الشكل ده بيلعب 3-2-5 وهو مع الكرة الكرة مع تزينيتشينكو اللي فوقي رقم 2 لما نجي نجيب الصورة اللي بعدها هو حاول أنه هو يجري علشان يضغط على المساحة اللي هو العليل الأسوب السفرة وبوصل كرة للعيب اللي موجود فوق لما نجي نجيب الصورة اللي بعدها هتبص هتلاقي أنه رغم أنه يبص اللعيبة تحركت لكن رجعت لنفس الشكل تاني 3-2-5 الشكل سابت معما اللعيبة تغيرت ومهما دخلت من مركز لمركز الشكل بيضضل سابت ده في مانشستر سيتي ده في أرسنال في برشلونة في كل الفرق فيه شكل سابت موجود أساسي الفريق بيمشي عليه طيب النحل تاني في فوليمينزي بقى لما نجي نشوف صورهم العشوائية تحكم الفوضى تحكم إزاي لما نجي نبص على الصور هتلاقي أن نبص شوف الشكل اللي احنا شفناه في أرسنال شوف الشكل هنا بقى عكسه تماماً فيه مدافع قدامه 3 خط وسط ما الهومش علاقة ببعض كل واحد في حتة شكل فيه مهاجم قريب من خط الوسط حتى الكرة مع مرسله تحت اللي هو موجود تحت على الشمال ما فيش شكل سابت للفريق مش عارفه ما بيلعبه إيه لما تيجي تشوف الصورة اللي بعدها هتكتشف أن ده الجناح اللي مين ساب مركزه اللي في آخر الملعب فوق خالص ونزل عشان يبقى قريب جداً من الجناح الشمال فهو الفريق ما بيعتمدش على أن ألعب بشكل سابت فيه أرضية الملعب لا أنا عايز ألعب كرة أشوف الكرة هي فيه خلاص يبقى الفريق بتاعي كله متوزع في الحتة دي يقدر يعمل أكبر عدد من التمريلات بحس أنه يكسر خطوط الفريق ويقدر يوصل للمناطق الهجومية ويقدر يسجل على عجل هي هي نفس الفكرة أو بس متشعبة شوية وأصعب شوية من فكرة أن أنت بتلعب بشكل سابت زي ما إبراهيم قال فكرة أن أنت لعبت سيتي أو لعبت أوروبا بشكل لعيب تحس أنهم قطع شطرنج الجوار دي لا بيحركها أو أرتبتا أو تشادي لا هو سايب الحرية بشكل واضح جدا للعيب